ده مش هاج المستدوية من المعنى بقراءتها لمن توجه أو من يهمه الأمر في قراءة هذه الشهادة بأن بيئة الاقتصاد المصري بيئة مستقرة هيكل الاقتصاد المصري أعيد النظر فيه وأصبح اقتصادا مارنا يستطيع التعامل مع الصدمات المعنى بالقراءة بيئة الاستثمار الأجنبي المعنى بالقراءة قطاع الاستثمار المحلي الموجود في مصر أو النشط فيها من المعنى بالقراءة بشكل أكثر وضوحا هاول لحظك في بداية الأمر النهاردة أنت كمستثمر سواء محلي أو إقليمي أو دولي بيهمك وضع الاقتصاد لأنه ما تفعلش تاخد قرار الاستثماري إلا ما تشوف وضع الاقتصاد الكيرف بتاعه أو المرحلة بتاعه ماشي إزاي لو نازل لتحت بتقلق فبتأخر قرارك الاستثماري بتعمل نوع مستقليش بتوقف خدت بالحرك لكن لما توصل لمرحلة النقطة القراءة وترجع تستردع فيه وتطلع تاني تبدأ تقتلص الفرص الاستثمارية هنا في المرحلة دي محتاج يبع عندك سمعة دولية مهمة جداً وسمعة محلية السمعة الدولية جات لك منين؟ موسات دولية تيجي تلعيد على الاقتصاد الهاي اللي انت عملته في خلال تلات سنين من 2016 إلى 2019 كان بريع جراسي في عريف جداً تمام؟ وأثبت فيه المواطن المصري قدرة عالية جداً من التكاتف حوالي البلد ودعم القيادة السياسية والحكومة في جهودها لعادة النهود بالاقتصاد وعادة توازل دي فانت زم كده كناميت كده حجر في بحر كده واهتز تمام؟ وبعد كده بدأ البحر يستقر عشان تبدأ ايه؟ الدنيا تباني قدام منك عشان تبدأ ان تتلق بعد كده فطول ما فيه موج عالي واهتزازات وخطبها لحرك فالدنيا مش هتعرف تتحرك لقدام لكن لما بتستقر تمام والدنيا تبقى واضحة قدام منك تقدر تتحرك لقدام عشان تزوء بشكل كويس جداً ايه الحمد لله انت جاء يعني جاء السمعة الدولية اللي حاصلت لك ممسات تأسير من الثامن بعد وقلت ناجة بسلبي وبقيت مستقر وبنظر مستقبلية ايجابية دي كلها مؤشرات لسهدية لإستثمار ممسات لإستثمارات الدولية ممسات لإستثمارات المالية العالمية اللي عندها عزلة استثمارية يقول لك لا نبدأ نحطه فلوس في مصر نبدأ ناخد مصر في عين الاعتبار نبدأ نوجه استثماراتنا نعيد النظر إلى مصر كوجهة استثمارية وخصوصاً في دول مقاومات الأخرى التي يتبتع بين الاقتصاد المصري من النفاذية الأسواق الإقليمية والدولية خدت بالحضرتك طيب دكتور إبراحيم حتى ندى بالحديث أكثر تماثاً مع فهم المواطن العادي واستعابه ومزاجه أصلاً الأرقام التي استعرضتها في العرض اللي إعدوا الزملاء والأرقام التي حضرتك بتستكملها وبتستعرض جانب منها ربما بعض هذه الأرقام في عقود وعصور سابقة سمعها المصريون وربما لم يكن لها نعكاس مباشر لكن منطق النمو الاحتوائي النمو الذي يجب أن يكون له نعكاس على المواطن هو الفلسفة الحاكمة الوحيدة التي كانت حصلة في طريقة التعامل الحكومي وفق ما أعلن من الدولة على مدار خطوات الإصلاح الاقتصادي بحث الإنفاق والاستهلاك والدخل المؤلن أخيراً من الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء يشهد للمرة الأولى على مدار 20 سنة انخفاض في معدل الفقر كيف نظرت الدولة إلى طريقة تعاملها مع منطق النمو الاحتوائي حتى لا يكون رقم أو مؤشرات إحصائية فقط هو أنت كنت هتعرف تنفق على خدمات التمس المواطن من غير ما بينك عادة توازن الاقتصاد طبعاً لا من غير ما ترجع تزبط الموارد بتاعتك طبعاً لا أنت أول فقد يحصل لك كان في 2019 فبدأت تبص المواطن من ناحية ببرامج حياة كريمة القرى الأكثر احتياجاً القضاء على العشوائيات النهادة بتواصلت استهدفت أكثر من 90% من قضاء على العشويات في زمن قياسي كبير جداً عاد بناء الطرق ورصف الطرق والأنفاق والكباري والمدن الجديدة كلها في خلال خمس سنين ده إنجاز قياسي خدت بالحرك ده يمكن نظري بهذه السهولة النهادة ما أتحرك على النهادة من المحافظة إلى المحافظة تمام؟ بتحرك بطريقة لو شوف السلاسة المرورية اللي بتحصل شوف الطرق الجديدة المعبدة خدت بالحرك عادة النظر في كافة وسائل النقل الحالي في عادة بناء مصر الجديدة والجمهورية الجديدة وعادة بناءها مرة أخرى بصورة تقليق بمصر والمواطن المصري أنا عايز أقول حركة على أرض الواقع تمام؟ أنا كنت باش على أرض الواقع إن المشروعات اللي كانت تخص تهم المواطن في القرى الأكثر احتياجاً سواء في السعيد أو في الدلتا أو غيرها كان بينزل فريق يشوف ويرفع لفوق خدت بالحركة تمام؟ فده كان مهم جداً اللي هو اتباه منهجية من فوق لتاحته ومن تحت الفوق عشان نوصل مع بعض